اهلا وسهلا فيكم جميعا بريفي ارت قناة بتعلم الرسم معكم ربيع ريفي برحب فيكم مرة تانية اليوم لحنتعلم كيف ممكن نرسم شجرة الشجرة بطريقة حلوة بطريقة بسيطة جدا بدي يقول انه نحن هذول الفيديوهات هنه للمبتدئين والاطفال اللي هنه بيحبوا يتعلم الرسم كبداية خلينا اول شي نتعرف على الالوان اللي عم نستعملها الالوان هي اكريليك فينا نستعملها بالمي وفينا نستعملها لحالها من دون اضافة اي شي تاني هلا طبعا نوقت اللي بتكون تستعملوا المي معناتها بتكون اللون يمد مع كون اكتر بطريقة احلى انا بحبز انه في بعض الاماكن ممكن تستعمل المي وفي بعض الاماكن مش ضروري انك تستعمل المي هذول الالوان اللي احنا هنستعملهم اليوم هنستعمل لون الاصفر لون الاخضر لون البنة واللون الابيض وكمان ممكن نضيف اللون الاسود الحقيقة هاي النوع من الالوان هو كثير كثير حلو وكثير بيساعدنا هيدول الرياش اللي نحنا هنستعملهم هاي اول ريشة نحنا هنبتدي بانه نرسم البيس تبع الشجرة من تحت هاي الطريقة اللي بنخلط فيها الالوان المهم انه تتعبى الريشة كلها باللون نحنا لازم نخلي الريشة تتعبى كلها باللون ولما نبلش بالشجرة طبعا من تحت هو بيكون عريض ومن فوق بيكون رفيع فانا افضل انه نبلش من المكان الرفيع من فوق ومننزل ومنصير من نعرض الريشة معنا شوية شوية ليبيب معنا البيز من تحت كيف ممكن يكون القاعدة داعي الشجرة طبعا مثل ما انا شايفين يعني الرسم هو شغلة كثير بسيطة وشغلة كثير حلوة اللي بيحبها كل هدفي من هيدا الفيديو اللي عم ننزلون هوا انه نشجع الناس اللي هي بتحب الرسم انه تبلش ترسم وما تخاف من اي شي ممكن يصير بيضاوي انا عم بستعمل هون ازام لاحظين مش عم بستعمل الكانفاز اللي هو القماش تبع الرسم انا اليوم عم بستعمل الورق وهيدا الورق انا مختاروه وفيكن تشتروه من اي مكتبه هو خاص للرسم في عدة انواع اول شي في منه للالوان المائية العادية في منه للالوان الزيتية وفي منه للأكريليك اللي هو بيمشي مع الماء كمان نفس الشي فهيدا الورق اللي انا عم بستعمله هو ورق ممكن تستعمله للالوان الزيتية او للالوان المائية ان كان اكريليك او نحن نعمل الشجرة عم نحاول نعمل الاخصان مش مهم كيف تطلع التفاصيل او قلبهم واشتغلو كيف ممكن تطلع تطلع مش مهم انا مش عم بنقل منصورة ولا عم بنقل منشي عم برسم من خيالي هيك بس لحتى نشوف شو كيف الخطوات الممكن نتبعها لحتى نرسم شجرة على هون بدنا نتبع انه نحن لما ننتقل من مكان لمكان عم ننقل اللون يعني انا هون هلأ هم حاول نغير اللون اني ارسم الظل او محلمة عاكس الضو لنفترض انه الضو جاي من ميلة اليسار فنحن بهالحالة اذا بدنا نستعمل نفس الريشة طبعا الافضل انه ننضف الريشة ونتأكد انه ننظيفة تماما هيدا بساعدنا عشان انه ما تختلط الالوان ببعضها بالريشة نفسها سو هون اذا عم بتلاحظوا عم نحط محلمة انه عاكس الضو هون عم استعملت اللون الابياد وبالبداية خلطوا شوي باللون البنة عشان ما يعطي لون واحد يعطي اكتر من لون اذا بتلاحظوا الشجرة من البيز منتحت بتلاقوا صار فيه ثلاثة الوان لهلأ وكمان ممكن يكسيروا اربعة اذا حبينا نغمي او نغير شوي باللوان ممكن نضيف اللون الاسود حتى ممكن نضيف اللون الاخضر مخلوط مع شوي بالني بيعمل افا يعني فيكم تختاروا الالوان انا هلا كل الهدف عم نورجي كيف نحنا ممكن نعمل هيدا الخطوات بالنسبة للالوان كنت ستعملوا الالوان اللي بتكون اياها مش مهم هون احبات اضيف اللون الاسود عشان تعرفوا شو الفراء طبعا مما حال ما بيجي الضو بيكون اللون الفاتح بالعكس من الخلف لازم يكون اللون غامي عشان يبين الظل يبين انه هون مفي ضو فانا هلا عم بخلط اللون الاسود مع اللون البنة وحضيف شوي اكتر اسود لحتى يبين اللون اغمق من ورا هيدا بيخلينا نحس بانه الصورة طبيعية او رسمة طبيعية هلا بتلاحظوا من الخلف بعكس الضو ونحط لون اغمق هاك بيبين معنا انه الضو جاي من ميلات اليسار اتمنى تكونوا عم تستفادوا من هالاشياء اللي عم نحكي عنها متل ما شايفين الالوان كلية هي بتبقى اختيارنا مش بالضرورة انه تتقيدوا بالالوان اللي انا عم بستعملها كل الهدف هو انه نحنا نتعلم الخطوات هلا نحنا بدنا نمشي بالشجرة لنشوف كيف ممكن نمشي بالستب او الخطوة التانية الحلو بالرسم انه بيخلي الواحد يركز اكتر بيخلي الواحد مبسوط بيخلي الواحد يحس انه هو عم يعمل شي فرح يعني فيه ناس عنده عدة مواهب كل واحد قلو ما هو بطول خاصة كل واحد قلو اشي خاصة فيه فيه ناس بتحب السباحة فيه ناس بتحب يمكن السفر فيه ناس بتحب ايشي كتير حلو الناس اللي بتحب ترسم انه يتعلموا الخطوات الصحيحة فهذا بيخليهم يكونوا بسوطين اكتر لما بيشوفوا النتيجة احسن بالنسبة لرسوماتهم فبتمنى انكم دالكم عم تتابعوني وتشاركوا اصحابكم الفيديوهات للناس اللي بتحب تتعلم الرسم نحن حنبلش بالورق اذا بتلاحظوا انا عم بضغط بالريشة من فوق ضغط شي بسيط شفتوا ريشة اللي عم استعمله غيرناها على اساس انه من فوق تعطينا هيدا التكستشر اللي موجودة بتحسوا انه فيه هيك مش ضربة واحدة يعني مش مكان واحد عم نحط اللون عم يكون شكله نفس اللون ونفس كلشي لا بتحسوا انه فيه تموجات بالالوان هادي شكلة منيحة اذا لاحظتوا ان احنا خلطنا اللون الاسود مع اللون الاسود حطيت لون بني مع اللون الاخضر كرمالي يصير اللون اغمق شوي لانه اللون الاخضر اللي انا عم بستعمله هو شوي فاتح فبيعطي لون لايت اكتر فانا حبيت غمق شوي هلا اسا كمان بعد شوي هنغمقوا اكتر يعنو بدنا نرجع نشتغل نفس ما عملنا بالشجرة بدنا نشتغل على الالوان اللي هي الدارك واللايت نورجي وين المكان اللي فيه ضغو وين المكان اللي ما فيه ضغو هذا بيعمل معنا فرق كتير كبير بالرسمة خاصة انه هيدا اهم شي بالرسم انه انت كيف تظهر المكان اللي فيه ضغو وكيف تظهر المكان اللي ما فيه ضغو دارك واللايتس هو اهم شي موجود بالرسم سوها طريقة احنا عم نرسم الشجرة بطريقة عشوائية هلا الهدف من الموضوع متل ما قلت انه نعرف شو الخطوات فاذا لاحظتوا كمان متعبوا كل شي يعني متخلوا كل الاماكن مغطاية باللون يعني حاول انه يتخلي شوي فيه فراغات بين كل انت عم تضغط بالريشة خلي شوي فراغات بين كل مكان ومكان الحلو بالموضوع انه اذا تلاحظوا الشي بسيط جدا اي حدا ممكن يعمله اي الطفل صغير ممكن يتعلمه والحلو بالالوان هيدا اللي احنا عم نستعملها مثل ما قلت هي الوان اكريليك هيدا الوان ممكن نخلطها بالمي او ممكن نستعملها بشكل مباشر بدون ما نخلطها باي مادة تانية ان كان زيت او مي والحلو فيها كمان انه تنظيفها سهل يعني اذا اولاد صغير اوسخ حاله شوي بالالوان اذا اجا الوان شوي عائد وعلى حدا فسهل تنظيفه جدا مجرد انك تغسل اذاك بالمي كل الالوان اللي بتلادب وما بتترك اي اثر وما بتزعج وما لها ريحة بشعة فاستعمالها حلو هلا رح ننتقل لمرحلة اللي نحن بننغمق فيها اللي هي المكان اللي موجودة بالورق اللي هي مش جاي عليها ضو فدايما لما بيكون ما في ضو لازم يكون اللون اغمق هلا بتلاحظوا بعدين شو الفرق فلما منحط اللون الغامق على بعد شوية مرجع منحط اللون الفاتح لنكشف اللون ونخلي الضو يبين بطريقة احلى على الشجر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا اذا انتو عم تطلعوا على ايا شجرة بتلاقوا انو دايما من الداخل من داخل الشجرة بتلاقوا الالوان اغمق لماذا؟ بكل بساطة لأنه الضو لا يصل إلى داخل المكان الذي يصل إلى الضو تجد أن اللون يظهر أفتح إذا حامل أنت أي شيء بأيديك تظهر فيه بدون ضو و تظهر على الضو تشعر بالفرق باللون بطريقة بسيطة لدينا اللون الغامي الآن سنبدأ نستعمل اللون الأصفر اللون الأصفر ممكن نخلطه أخضر عشان يعطي اللون حلو نعطي اللون الأخضر نفسه اللي هو موجود استعمالناه نحط عليه الأصفر و ممكن نضيف كمان شوية أبيض عليه هيدا اللون بفتح اللون بيخلينا نحس لما نحطه على اللوحة أنه الضو هون جاي و دايما نستعمل الأطراف ما نفوت كثير لجوه فينا نستعمل لجوه لما نستعملها كمانا نحسس بالأبعاد نحس بالأبعاد تحت الصورة إذا لاحظتوا هلا دايما تحس أطراف الشجرة من بره لبره هي اللي موجود عليها الضو بحالة طبيعية و من حسب الاتجاه اللي انت واقف فيه يعني أوقات تشوف الضو بالعكس زا واقف على اليمين أو على اليسار كيف النقطة اللي انت واقف فيها عم تشوف الضو أنت عم ترسم دايما انتبه لهذا الموضوع أنه انت لما اعتمدنا أنه نحنا لنفترض الضو بديو يجي من من اليسار الضو يجي يجي على اليسار على كل شيء ليس نستعمل محل على اليمين ومحل على اليسار محل على اليمين ومحل على اليسار مثل ما عملنا الجزع تاع الشجرة من تحت والأخصان إذا لاحظتوا حطينا الألوان الفاتحة على الجانب اليسار فبالتالي الألوان اللي نحنا عم استعملها لنفتح ورق الشجر ويبين انه في علاء ضو كمان بدنا نستعمل الجانب اليسار ودايما أطراف الشجرة من كل الميلات بيبين فيها انه فيها ضل دايما الضو دايما اللون الغامق أو الدارك كالرز بيكونوا من داخل من جوا فأنت ما بتعود بتشوف التفاصيل أكثر هلان احنا كمان بهالفيديو اللي نكون شوي منصفين يعني انا ما عمركز على التفاصيل الكبيرة أو التفاصيل الصغيرة نحنا عم نورجي طريقة كيف ممكن تغيرها هنحط لهم أبيض كمان أكتر لنورجي انه الضو بهالأماكن مبين بشكل أكبر هيدا كمان يعني حاولنا استعملنا ثلاث ألوان اللي نبين انه الضوجة بطريقة أكبر على الأطرف انا بتمنى انكم تكونوا عم تستفيدوا من هالفيديوهات وفي ناس كتير منكم عم بيطلبوا مني اشي كتير لهالسبب اليوم أنا حطيت الألوان اللي عم استعملها وحكيت شوي عن الألوان حكيت شوي عن الورق والفيديوهات اللي جاية حنحاول نحكي أكتر عن كل التفاصيل نحكي عن أنواع الرياش يلي عم نستعملها بتلاحظوا هلأ هون عم نحاول نعمل دمج صار في أكتر من لون بالشجرة لأنه انت شخصيا إذا انت واقف بتشوف أكتر من لون بنفس الشجرة مش بتشوف لون واحد بتشوف لون فاتح وغامق وأغمق وأغمق أو لون أغمق وأفتح 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 لتوصل للفيري لايت لهالطريقة بتوحيلك إذا انت بعضت شوي عن الصورة بتحس إنه عن تعطيك صورة طبيعية حسسك إنه انت رسم شجرة حقيقية بتمنى إنكم تستفدتوا من هيدا الفيديو إذا عجبكم الفيديو بليز يحطونا لايك وعملوا سبسكرايب وعملوا شير للفيديو مع أصحابكم اللي بيحبوا الرسم خاصة الأطفال الصغار أو الناس المبتدئين وإذا عندكم أي تعليق إن كان تعليق سلبي أو إيجابي بتمنى أنه انتو تشاركوني فيه حتى إن كان نحسن أنواع الفيديوهات أو نحسن أنواع الرسم أو إذا أنتو بتحبوا إنكم في عندكم شي معين بتحبوا تتعلموا ياريت تشاركوني رأيكم معي بدي أشكركم لأنكم تابعتوني بدي أشكر الناس اللي هني عطول عم يتابعوني و عم طول عم يتواصلوا معي بتمنى أني أكون عم حاول ردة عليهم كلهم جميعا بالحقيقة بكتير من الأوقات أنا عم حاول ردة على كل العالم وعكل الأسئلة بدي أشكركم مرة ثانية وثالثة ورابعة وإلكم تتابعوني أتمنى أن أقدم لكم بالمستعبل أشياء أحلى وأحلى وشكرا للجميع وأحلى وسهلا فيكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم